ها هي بريطانيا تعاني وتأن من وطأة الاحتجاجات والإضرابات والاضطرابات والإغلاقات لمحطات للسجق الحديدية وتعطل الحافلات والبريد وأيضا المطارات وكل هذا بسبب الأجور والظروف المعيشية التي عجزت السلطات عن احتواء كل الأزمات المتلاحقة استعدادات وصراع على تغزين السلع نذير شؤمن على بريطانيا العظمى وكأنها الحرب هنا لندن التي تشهد موجة من الإضرابات هي الأضخم منذ أكثر من عشر سنوات في شتى المجالات حتى وصل الأمر لمطار هثرو إذ أعلن عمال المناولة الأرضية في مطار هثرو البدء في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام نهاية الشهر الجهري في الوقت الذي تزايدت فيه ما يسمى بحركة الاستعداد لدفع الكثيرين بتغزين الإمدادات في منازلهم في صورة تشبه أولئك الذين يشكون على دخول حرب البريطانيون يصطفون على منافذ البيع يلهثون في الشراء كمن يخشون الجوع فيما زادت اهتمامات غالبيتهم عند طلب النصائح على القنوات والمنتديات بشأن ماذا يشترون وماذا يخزنون في حالة طوارئ عمال السكك الحديدية هم من بدأوا سلسلة الإضرابات منذ الصيف الماضي ما أدى إلى أغلاق الكثير من السكك في إنجلترا وسكتلندا وويلزا تل ذلك إضرابات عمال سائق الحافلات والبريد الملكي والممرضات والطرق السريعة وعمال الأمتعة ووصل التهديد الآن إلى ضرب الأعمال التجارية قبل أعياد الميلاد وأعلنت أيام الثلاثاء العشرين من ديسمبر كيوم لإضراب ممرضات الكلية الملكية للتمريد RCN في إنجلترا وويلزا وإيرلندا الشمالية والحادي والعشرين من ديسمبر لإضراب للعاملين في الإسعاف وموظف الصحة العامة في إنجلترا وويلزا تأتي تلك الإضرابات وسط تأكيدات حكومي على تأهبي حيث دفعت بنحو 1200 عنصر من الجيش يحلون مكان موظف الإسعاف وقوات حرس الحدود المتجهين إلى الإضراب خلال عيد الميلاد وذلك لسد فجوة غياب الموظفين ومواصلة تشغيل خدمات الخطوط الأمامية وتنفيذ نحو عشرة ألاف موظف من سائق سيارات الإسعاف في إنجلترا وويلزا رغم أن عناصر الجيش ليست مدربة بالشكل الكافي للحفاظ على خدمات الخطوط الأمامية والقيام بأعمال الموظفين المضربين عن العمل ومن المقرر أن يتوقف الاتحاد الرئيسي الذي يمثل موظف قوات الحدود عن العمل ثمانية أيام بين الثالث والعشرين إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر وسط توقعات بحدوث إطراب كبير للمسافرين خلال عيد الميلاد وهو آخر للتحدات العملية التي قررت التحرك هذا الشتاء لينضم إلى موظف أقسام التمريد والسكك الحديد والبريد وآخرين بعد خلافات على الأجور في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في الأسبوع الأخيرة وصل أمر الإضرابات إلى أجنحة بريطانيا فأضحط معطلة إذ من المقرر أن يبدأ عمال المناولة الأرضية في مطار هثرو إضرابا لمدة 72 ساعة نهاية الشهر الجاري